موسيقى موسيقى يا أهلا بحلقاتكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة عايز أبدأ الحلقة بمحمد صلاح محمد صلاح صحف العالم ومواقع العالم وقنوات العالم لا يتحدثوا الآن سوى على ورقة محمد صلاح في فترة الانتقالات القادمة هل سيرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ هل سيجدد تعاقده مع ليفربول؟ هل سيذهب إلى باريس سان جرمان؟ هل سيذهب إلى إيطاليا؟ ريال مدريد؟ برشلونة؟ كل يوم موضوع عن محمد صلاح كل يوم أنت بش تفتح موقع ولا صحيفة في اليوم إن لما تسمع محمد صلاح هيتحرك فين؟ آخر الكلام أن باريس سان جرمان يقدم سلري أو عرض راتب أسبوعي لمحمد صلاح خيالي لا يرفض بس هل هذه الأمور حقيقية 100%؟ الله أعلم إحنا ننقل عن صحافة العالم ومواقع العالم لو سألتني عن رأيي أقولك أحب محمد صلاح يكمل مع ليفربول بس بهدوء شديد كده بهدوء شديد راتب محمد صلاح هو مش الأعلى في ليفربول فاندايك أعلى منه واحد محمد صلاح الراتب بتاعه يتساوى مثلا مع راتب أو مش يتساوى عفوا أقل مثلا من راتب ماجواير في مانشستر ونايتد أقل من راتب سانشو في مانشستر ونايتد فمحمد صلاح اللي هو أهم لاعب في الدولة الإنجليزية يحصل على راتب أقل من المفروض ياخده أقل يعني بالمقارنة بباقي اللاعبين بس ليفربول تاريخيا عنده سقف رواتب ما بيزيدش عنه ما بيزيدش عنه ولو زاد بيزيد في حاجات بسيطة هي هو ده نقطة الخلاف اللي بين محمد صلاح و ليفربول ليفربول يقول له ده عرضي محمد صلاح يقول له لأ من أهم لاعب في البرامير الليج فمحمد صلاح عنده حق و ليفربول عايز يأسس لنظام أو مش يأسس لنظام هو نظام أورادي موجود في ليفربول على مداري التاريخ علشان كده ما تتفاجئش أبدا وبالنسبة لصلاح هو ده آخر آخر عقد ليه عقد طويل أمد هو راجل داخل على 30 سنة السنة الجاية وبالتالي هو عايز عقد 3 سنين أو 4 سنين يكون عقد مريح ليه من ناحية الأجر الإسبوعي اللي بياخده فممكن تلاقيه محمد صلاح موجود في باريس سان جرمان ممكن تلاقيه في برشلونة ممكن تلاقيه في ريال مدريد ممكن تلاقيه في يوفنتوس ممكن تلاقيه في أي نادي ممكن يدفع راتب كبير لواحد من أهم نجوم الكرة العالمية في الوقت الحالي حبيت أبدأ بس بهذه النقطة عشان كل يوم أنا بشوف خبر كل يوم بشوف فيديو الناس أو العالم يتحدث عن هذا اللاعب الملك المصري في البلاعب الإنجليزية محمد صلاح محمد صلاح المباراة المضايا اللي بربول بالمناسبة كان موده وحش موده يزعل زعلنين عليه وزعلنين على خروج منتخبنا طبعا من تصفات كأس العالم بس احنا عايزينه يرجع تاني شرفنا عايزينه يرجع تاني يكسر الدانية في ملاعب أوروبا طول الوقت عنده مباراة مهمة جدا بكرة أمام بنفيكة في دورة أبطال أوروبا عايزينه ينور تاني عايزينه يسجل تاني احنا محمد صلاح فخر لنا عشان اللي بيعملوا في الملاعب العالمية وبيعملوا معنا مع منتخب مصر شوية الناس البسيطة جدا اللي لمو بعد خروج منتخبنا الوطني من تصفات كأس العالم يعني نلتمس لهم العزر وهم زعلنين وغضبنين وشايفينه هو النجم الأول لمنتخبنا ويقدر يشير نواوة نلتمس لهم العزر في الغضب دايما الناس بتروح بعنيها لنجم الفريق الأول فريق أو منتخب النجم الأول مين محمد صلاح في منتخب مصر فطبيعا كان بعض الناس تنتقد محمد صلاح لكن يبقى محمد صلاح هو نجمينا الأول النجم اللي بنتشرف به قدام العالم كله ده فيما يخص محمد صلاح مبارح الأهلي الليعب مباراة قدام الهدال فالسفية عب هدف دونرات بس الأداء ما كانش قد كده أداء النادي الأهلي بدول المجموعة بشكل عام ما كانش قد كده لما بنقول ما كانش قد كده بنتكلم عن النادي الأهلي بطل أفريقيا المسلمين متتاليين فدايما التوقعات أعلى مش بتكلم على بطل أفريقيا كمان المسلمين متتاليين ده هو البطل الأفريقية التاريخي لكل البطلات الأفريقية هو الاسم الأكبر في القارة الأفريقية فدايما توقعاتنا للنادي الأهلي أكبر وأفضل من كده إيه اللي حصل بقى مبارح في مباراة الهدالة هنتكلم فيه بعد الفاصل بس قبل ما نروح لفاصل لازم تعرفوا إن الأهلي هيلعب أي منافس في الدور اللي جاي الناس كتبت أسماء الفرق وهقول لكم بعض الفاصل مين الفرق اللي ممكن يواجهه الأهلي بس الناس تقول لك يا خبر الأهلي هيلعب منافسين أقوى جدا ما كانش مفوض الأهلي ياخد المركز الثاني كان لازم يحسم المركز الأول عشان ما يلعبش فريق صعب وهو النادي الأهلي هو أصعب فريق أصلا يعني من المفترض إنه أي فريق هيواجه النادي الأهلي هو الألان منه مش العكس فأكيد هم الثلاث فرق الكبار أو الثلاث فرق اللي تصدروا المجموعات الأخرى هم اللي هيبقوا قلقانين إن القرق توقعهم مع النادي الأهلي مش العكس نتكلم عن هذه المواجهة مواجهة الأهلي مع الهلال مبارح نتكلم كمان لو الأهلي عنده مشاكل في الملعب ما بتخليش شكله زي ما هو متوقع مش أقول شكل سيء بس هو شكل مش هو المتوقع الأهلي ممكن يعمل أفضل من كده والأهم إن الأهلي بيكسب يعني بالنسبة لي الأهم الأهلي بيكسب بيعرف يكسب حتى هو مستوى مش أفضل حاجة ده شيء ونجاح ودي عادة النادي الأهلي النادي الأهلي حتى وهو في فترات تاريخية ما كانش في أفضل أحواله بيعرف يكسب بس إحنا كمان يهمنا إنه يعرف يكسب ويعمل أداء كويس في البطولة الأفريقية عشان هو الآن ممثلنا في دورة أبطال أفريقيا مع طبعا مصري والبيرامدز في الكونفيدرالية بعد الفاصل نستقبل محمد جمال نتكلم معاه عن أداء الأهلي قدام الهداء الأداء النادي الأهلي بشكل عام في البطولة الأفريقية حتى الآن خليكم يعني بحراتكم مرة أخرى زي ما تركم كده قبل الفاصل أداء النادي الأهلي علي شوية علامات استفهام قليلة قليلة بس مش مبسوطين من أداء الأهلي في البطولة الأفريقية أوشي في ناس على طول يقولك آه أنت مش مبسوط من أداء الأهلي ومبسوط من أداء الزمانك ده الزمانك خرج خلاص الزمانك خرج أحنا نتحدث الآن عن النادي الأهلي اللي لسه عنده مشوار مهم في البطولة الأفريقية وعايزينه ياخد البطولة الثالثة على التوالي صفته الممثل المصري الوحيد حتى هذه اللحظة في هذه البطولة أداء النادي الأهلي مبارح بقى قدامي الهلال إيه اللي حصل؟ ليه الأهلي ما حسمش المباراة بدري بدري معايا في هذه الفقرة ضيف عزيز كالعادة محمد جمال يقول لنا أداء النادي الأهلي ليه ما ظهرش بأفضل حال في مباراة الأمس لو هو شايف أصلاً أداء الأهلي مبارح ما ظهرش في أفضل حال جمال مشرف ومنورة عادة مبارك إن موجود معك العادة مبسوط بقى من أداء الأهلي مبارح؟ الأهلي عنده بشكل كتير الأهلي عنده بشكل كتير الأهلي عنده بشكل كتير لأنه أنا مبسوط جداً بالستاندر اللي انت حطيته انت بتتكلم على بطل القارة لمدة نسختين بتتكلم على النادي الأهلي هو الممثل الأبرز لمصر واللكرة الأفريقية خلال السنتين اللي فاتوا لكن خليني أقول لك بردو ريفرسنج أو بالرجوع يهيته السنتين اللي فاتوا على مدار التاريخ طبعاً طبعاً لا لا أنا بتكلم حتى بنفس الجيل بنفس المدرب صح بنفس المجموعة أنت بتشتغل بشكل كويس جداً وقدر بتقدم نتائج مبهرة جداً مع بيتسو لكن خليني أفكرك أرجع شوية للبطولة قبل الماضية ودور المجموعات كان مع فايلر ما كانش مع موسيماني والأهلي قدم أداء مشابه للأداء اللي احنا موجودين في شوية بعض الهزات اللي موجودة خلال دور المجموعات وكأنه أصبح كالعادة أن الأهلي في دور المجموعات ما بيظهرش كأفضل شيء اللي هو قال لك أن كده كده هصعد والأمور في المتناول ولما تيجي تبصها تلاقي أن النادي الأهلي قدام الاتنين المنافسين بتوعه قدر أن ياخد أربع نقط من الهلال وستة نقط من المريخ وقدر يصعد منتها البساطة يمكن العثرة على سبيل على صعيد النتاج كانت متمثلة في لقائن سانداونز وده يعني محتاجين مساحة طويلة وعشان نتكلم ليه سانداونز وليه وإعناف من في ماتشين سانداونز لكن خلينا نرجع بالماتشين ليه الأهلي الأهلي على صعيد الاستحواذ كان مسيطر على الكرة معظم معظم الوقت وده الطبيعي جدا فيه وانت بتلعب في القاهرة بتلعب على ملعبك يمكن انبارح كان في شوية مشاكل بسيطة على الصعيد الهجومي على صعيد الترانزيشن وده هربطولك بالمنتخب رغم اختلاف الشكل ورغم اختلاف التشكيل ورغم اختلاف القوام والفورميشن اللي انت بتلعب بيها واختلاف المدرب طبعا انت بتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد النادي الاهلي بدأ المباراة بربعة اتنين تلاتة واحد اعتمد في الخط الخلفي على الورقتين فقط المتاحين بالنسباله اتنين هما ياسر إبراهيم ناحية اليمين وايمن أشرف ناحية الشمال اعتمد العالي معلول ونحط كده كويتش ماركو هنرجع له علالي معلول مجهد جدا لعب 180 دقيقة مع منتخب تونس قدام مالي هو مقوي وده علامة استفهم لا واكتر اكتر لعيب مشاركة مع النادي لعيب في المباراة الاخيرة كلها وهو اللعب كمان لازم ناس تحطه في اعتباره عشان ما يقصوش على العالي معلول نفسه ببعض الاحيان الرجل اتنين وتلاتين سنة الرجل بنعب كله مطشاطه اللعب اساسي في منتخب تونس اي التزام دولي موجود فيه الا لو عنده اصابة هو الظاهرة الايصر لنادي الاهلي اعتقد انه مع قدوم المباراة بقى اعتقد انه علي ملول هايبقى من اللعيبة اللي لازم ترتاح شكاوتراك حط عليه كويتش مارك وهنجيله كريم فؤاد واحد من اللعابة اللازم اشيط بيها عملوا اداء ممتاز جدا على صعيد الزيادة الهجومية على صعيد السبورت الدفاعي عدد التمريرات المفقودة قليل جدا 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 تمريراته القدامه وده كنا بنفتخده كتير فيه ظاهير الطرف واحد من العصر المبشرة اللي خلينا ننتظر كمان مع رجوع محمد هاني اعتقد انه بفيه تنافس كبير في الظاهرة الايمن اعتمد على الاثنين الثنائي المعتدين عمر السلية وقاليو ديانج حمد مجدي افشل حط علامة استفهام وهنجيله تاني الجناح الايصر هو احمد عبدالقادر والجناح الايمن اعتمد فيه بداية المباراة على بيرسيتاو وده علامة استفهام كبيرة جدا جدا بيرسيتاو في مشكلتين مشكلة تكنيكل مشكلة فنية وده مش من المباراة دي كل المباراة اللي فاتت بعد ما رجع من الاصابة ايه هي خلينا نشرحها البرد بشكل بسيط جدا احنا حطينا ده الست بلاي ده الشكل الطبيعي طبعا شريف قدام عشان ما قلنا الشريف طبعا محمد شريف هو المواجم الاساسي دايما ما عقيتش موسمان بيرسيتاو الجناح اليمين خلينا هنا نقف الطبيعي ده الشكل الست بلاي وده طبيعي هنا وحنا بنتكلم لما نبتدي نهاجم او نادي الاهلي يهاجم هلأ مفروض ان بيرسيتاو يبقى هنا مفروض ان محمد شريف يبقى قدام مفروض ان احمد عبدالقادر يبقى هنا ده الشكل الطبيعي لمهاجم النادي الاهلي ييجي محمد مجدي افشا هنا ويجي عمر السولية واليو ديانج عشان يعملوا إل سابورت دايما علي معلول بيتحرك هنا واحمر عبدالقادر بيدخل انسايد عشان يشتغل كبلاي ميكر تاني مشكلتين كبار جدا هنا قبل ما نروح لبرسيتاو انه الاوفر رول او الدور اللي بيلعبه نفس الدور اللي بيلعبه محمد مجدي افشا لما بيخش احمد عبدالقادر في العمق هو نفس الدور اللي بيشتغل عليه هم الاتنين فلازم يقفيه تنوع فبطر بيتسو مسماني يودي افشا على طرف من الاطراف وده اللي خلى الناس مش عاجبها اداء محمد مجدي افشا امبارح في معظم اوقات المباراة انه بيشتغل بنفس الدور اللي بيعمله نروح بقى للمشكلتنا الاكبر بيرسيتاو بيرسيتاو الدور الطبيعي ان راجل الجناح لما يكون عندي اتنين هنا في العمق بيشتغلوا طول الوقت عشان علم علول بيطلع من ناحة الشمال ليه بيرسيتاو ينزل هنا ده مش مشكلة بيرسيتاو دي تعليمات لانها متكررة طالما عندي باترن لعيب بيتواجد في المنطقة دي لثلاث او اربع او خمس مباريات بشكل كبير يبقى لازم اسأل سؤال مليون في المية دي تعليمات ان الراجل يتواجد هنا الراجل بيتواجد في منطقة بعيدة جدا عن منطقة خطرته فبيجي يستلم هنا فبلق هنا ميس باس كتير وما فيش خطورة حركة بيرسيتاو المفروض يبقى بتحرك هنا وبيعمل الاوبرلاب مع كريم فؤاد اللي عمل الزيادة بشكل ممتازم بقى لكن دايما بيرسيتاو انسايد فلاقي زحمة في العمق فلما كان في الريل بيلعب تمانية وتسعة تحت الكرة بيرسيتاو مختفي تماما اللعب الوحيد اللي لقى الحل بالهدف اللي حل الأمور كلها هو احمد عبدالي اللي لعيب عنده قدرات خاصة قدر ان هو يشتغل وان في وان او مهارة الواحد على واحد وقدر يعدي يحط البس تحسين الشحات لكن يبقى الأداء الهجومي هنا فرص كتير بياخدها بيرسيتاو لكن الدور اللي بتلبه منه بيتسو مستيماني مؤثر بشكل كبير اتنين واضح تماما من رأكشناك كتير وعشان ليس ما تقولش ان احنا بنصدر مشاكل للنادي الأهل بيرسيتاو فيه أزمة فيه أزمة قد تكون أزمة نفسية عند اللاعب عدم انسجام مع المجموع لان بيرسيتاو على الصعيد الفرد والعيب ممتاز على صعيد المجموع يمكن بعض اللقطات كده خلال المباراة طب اقولك حاجة انا كنت بحس دايما بيرسيتاو لما كان بيلعب مهاجم في الأهلي مهاجم مكان محمد شريف كان بيقدي أفضل انا ما شفتش اي مبرار بيرسيتاو بيلعب فيها كجناح رغم ان هو ده مركزه الأصلي بيقدي بشكل كويس لكن لما بيرسيتاو بياخد الكثير منها الحرية لما بيلعب كمهاجم أو شادو سترايكر لكن يبقى الشكل والتوظيف ده أساسي بيتسو موسماني بيطلب منه واجبات بعيد خالص عن البوكس يعني حتى مش جناحة كريم ولا حتى شادو سترايكر يلعب تحت شريف هو بيتواجد في مناطق العمق اللي هي زحمة جداً اي فريق هي لعب النادي الأهلي بيبقى قافل العمق لا وانا شفت اكتر من مرة انه بيبدل البوزيشن بتاعه مع مجدي أفش ده اللي النقط اللي انا قلتها من شوية انا بشرح دور عبدالقادر لما أفشا اللي هو العيد ده بيتواجد هنا أحمد عبدالقادر بيفضي اللاين وده طبيعي جداً وصح انه يفضي اللاين هنا علشان يدخل في العمق ويسيب اللاين لعلي معلول علشان يعمل أوفرلاب ويبتالي يخش يعمل كروسز الدور اللي جومي المهم جداً بتعالي معلول وقت يروح نازل هنا دايماً للسويتشات اللي بتحصل ما بين أحمد عبدالقادر وما بين محمد مجدي أفشا بتودي محمد مجدي أفشا على الطرف بيعرفش يشتغلها لما بلاقي زحمة في وسط الملعب بيروح محمد مجدي أفشا هنا عشان يعمل السواب مع بيرسيتاو فيدخل بيرسيتاو هنا في الزحمة اللي هي مش بتاعته أبداً ده بيأثر بيخلي دايماً النادي الأهلي الملعب والناس تتفرج على كل مبارات النادي الأهلي الفاتح الملعب ما يلاح تشمال اللي فيه علم علول وفيه أحمد عبدالق طيب في نقطة كمان لفتت نظر النهاردة واضح جداً من النادي الأهلي النهاردة أنه كان بيلعب كرات طولية كتير خلف خط الفاع الهلال صحيح أمتكلم على النهاردة لسه عايش معها مبارح خلف خط الدفاع ورغم كده محمد شريف ويع في الأفساد أكتر من مرة بيرسيتاو كان يستطيعون الكرة خلف الدفاع وحش جداً أنا بفهم لما أنت تكون بتحضر لفكرة أنه اللعيبة تبقى جاهزة أنها تعملها واضح أنه لعيبة النادي الأهلي النهاردة أو مبارح ما كانوش جاهزين لهذه الموضوع بياء النقطة دي جاية من الميلان وجاية من المشكلة اللي أنت عملها قردي أنت لما أحمد عبد القادر هنقول لبينزل في العمق صح؟ محمد ماجد أقفشا موجود هنا بيرسيتاو موجود هنا مين اللي هيخش يكت حتى لو هم حاولوا يعملوا الأفصايت تراب وده اللي حصل مبارح أن فريد اللي كان بيلعب على الأفصايت تراب بيقعوا فيها بيسيبوا فيها شريف اللي كان دايما بيكسرها ازاي قبل ما يجي حتى بيرسيتاو بحسين الشحات حسين الشحات دايما كان بيجي من هنا وقفشا كان بيشتغل من المنطقة دي أو من زوم 14 ويحط الباس لحسين الشحات اللي بيكسرها حسين مش موجود تاو ما بيعملتش نفس الدر اللي بيعملوا حسين الشحات وبيشتغل في العمق كتير فأنا مش لازم طول الوقت أشتغل بنفس الفرميشن أو نفس الباترن لو أنا غيرت اللعيبة لأن كل اللعيبة عنده نمط مش كل اللعيبة بتقدر تنفذ اللي أنا طلبه فالتحضير والتحضير ودي نقطة اتكلمنا فيها كتير بعض المباريات بعض المباريات بيتسو بيحضر بالشكل النمطي اللي بيشتغل بي دايما فبعض اللعيبة زي بيرسيتاو تاني وتالت ورابع زي بيرسيتاو مش قادر ان يخش جوا النصق ده ويعمل الشغل والسويتشات للراجل طاليب حتى الراجل النهاردة كان غطبان جدا الراجل المباريح كان غطبان جدا على الخط انه ليه ليه طول الوقت هو عمال بيطلب تحركات معينة من بيرسيتاو ما بتتعملش ومع ذلك الراجل سابه في الملعب اخر ربع ساعة اخر ربع ساعة في المواتش عمل ايه مسماني وحط بيرسيتاو مهاجم مغنازل حساني الشحات مكان محمد شريف وحط بيرسيتاو مهاجم النور دك ترسي بولك عليها علشان يحاول يرجعه تاني لقصة انه يسجل لكن حتى على صعيد الفنش في كرة في الديات 82 حتى على صعيد الفنش اللي هو مويز به جدا 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 بيرسيتاو واحد من الافضل اللعيبة اللي موجودين في الدورة المصرية على صعيد الفنش من العدد قليب جدا من الكرات بيسجل بيرسيتاو بيحطه في جسم الجول فواضح انه هو اوت هو اللعيب واضح انه هو بعيد دلوقتي غدا ان شاء الله قرعت الدور القادم في دورة عبطال افراقيا الاهلي هيواجه يا اما الودايد يا اما الرجاء من المغرب يا اما التراجي التونسي مين الانسب انا قلت انه اي فريق هو اللي يلق من الاهلي طبيعة الحال اي فريق في القادم الافريقية هيلق من النادي الاهلي بس لو بصنا من ناحياتنا احنا مين انسب لنا الفرق متقاربة جدا تلاتة متقاربين جدا سواء الوداد انت بنتيك تحق يعني فيه فرقتين عندك من المغرب بنتيك تبص على الدور المغرب هتلاقي ان الفرقتين اللعبين نفس العدد من برايات فرق تلاتة بنت رغم ان الوداد كان فارق في البداية ففيه اداء ونصق تصاعدي مع الرجاء مع رشيد التوسي المدرب الجديد بتاعهم فعملين اداء جيد جدا ان الرجاء خلال الفترة اللي فاتت على الصعيد المحلي وبيتأهلوا متصدرين لمجموعة فحتى الرجاء اللي كان بعيد في بداية الموسم لكن خليني بصلك من زاوية تانية على صعيد السكواد على صعيد السكواد بالنتبال الاكثر جاهزية عكس ما الناس كلهم تخوفهم من الوداد او الرجاء الاكثر جاهزية هو الترجي الترجي عنده عدد جيد جدا في كل الخطوط وفريق اكثر تكاملا لما اتكلم على محمد امينتو جاي منتخب الجزارة او عبدالقادر بدران موجودين في قط الدفاع محمد بالرمضان واحد من نجوم البطولة حتى الان واحد بيشتغل بشكل ممتاز مركز 8 او مركز 10 تعاقده مع الثلاثي كانت مشكلة الترجي في المسلمين اللي فاتوا هو النسق الهجومي او الشكل الهجومي تعاقده مع الثلاثي جابه من اينيمبا كينجس لي ايده من السفاقسي والعيب الثالث هو محمد بوجرين لعيب مغربي موجود في الترجي فالترجي المشاكل اللي كانت موجودة عنده السيزن اللي فاتوا عالجها بالثلاثي هم اللي بيشتركوا بشكل اساسي مع الترجي فالترجي هو الاكثر تكاملا في الثلاثي الوداد يبقى عنده بعض المشاكل في الخط الخلفي نفسه زيه زي الرجاء على الصعيد الهجومي الثلاث فرق جيدين جدا لكن على صعيد خط الدفاع لو بتسألني هتبقى المفضلة بين الرجاء والوداد وانا هروح للرجاء الرجاء رغم النسق التصعودي مع رشيد التوصي لكن عنده مشاكل نتكلم عليها تفصيلا بعدين في الخط الخلفي لانه بيلعب بتلاتة في الخط الخلفي عنده مشاكل كتير على صعيد المرونة والفلكسابيلتي والسويتشاتة اللي بتعامل ما بين التلاتة والترحيل عنده مشاكل كتير جدا جدا لكنه فرقي خطر جدا جدا على الصعيد الهجومي فلو انت بتسألني الترتيب اللي انا هفضله ان النادي الاهلي يقابله هروح ليه الرجاء ثم الوداد ثم الترجي أخيرا لكن هلتفي معاك قبل ما تكمل يا كريم هلتفي معاك في الجملة انت العظيمة اللي انت بديت بيها اي فريق هيلعب النادي الاهلي هو المتخوف لانه هيسترجع النسخ التين اللي فاتوا والتاريخ كله طبعا فطبعا اي فريق هو اللي يبقى متخوف انا معي ديئة وعايز ابدأ عن الاهلي للحظة واحدة وديئة يلا كارلس كروش بقاءه مع منتخب مصد اه حاجة تتحبه تتحب تشوفه او ل مش حاوب ان كارلس كروش في هناك احب اشوفه مع مشروع احب اشوفه مع مشروع عشان ما بقاش دايما بحمل طرف واحد ان انا اقول انا احب شوف كارلس كروش وبعدها اسيبه لو واحدة وارجع اقول ادي اقول لانتوا اخترتوا اقول لانتوا كنتوا شايفين انو ممكن يكمل ويعمل حاجة يعد مشروط قعاد كارلس كروش أو أي مدير فني أي أن كان اسمه بمشروع معلن وواضح تفاصيله للجماهير للناس كلها للفنيين أنه إحنا هنشتغل بالشكل ده ونحافظ على النسق ده بمساعدة الرجل ده علشان يبقى عندنا منظومة متكاملة ولو لمرة واحدة نقدر نخلق منها جيل جديد إن شاء الله جمال شرفتنا حبيبا كيف هيستمتعت جدا متواجد دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله فرعة الدور القادم في دورة أبطال أفريقيا كل التوفيق طبعا لنجمنا المصري الكبير غدا بإذن الله محمد صلاح معلي بربول قدام بنفيكا في دورة أبطال أوروبا أشوفكم يا رب على الألف خير